يا الله يا سيسو طب انت ليش كاتب مقالين يا سيسو نفس الصورة ونفس القصة سيسو انت بتضحك علينا في اشي خلينا ادخل نونا هان يا جماعة تماما على المقال الاول اللي انا كاتب عن لايكي لو انا اجيت السيد العزيز ونسخت الرابط طبعا بغض النظر عن الكلمات المفتحية الماسكة المهم بدي اجي ابحث عن العنوان نفسه لو اجيت بحثت هان يا جماعة زي ما انتوا شايفين ما ظهرش العنوان يا سيسو ها وين موقعك طيب طبعا زي ما انتوا شايفين اصدقائي ما فيش موقع خالص تمام لو انتوا لاحظتوا وين جاي تحت في جهنم طيب تمام طيب تمام يا جماعة خلينا نيجي ندخل كمان على المقال التاني بالشكل هات تمام بس ركزونونا بدي اجي يا جماعة هالوقت وبدأ انسخ برضو العنوان التاني تمام هاي اجيت وبدأ اعمل عملية نسخ بالشكل هات تمام وهي سيد العزيز بحث لو انا جيت وطلعت جوكر برضو لمحة مميزة في جوجل الاول لا لكن التاني اه يا طرح شو السبب عم سيسو هل بامكاني اصل للمحة مميزة في جوجل طب هل انا لازم اشغل العسبوناتا سيسو يقطع شرع العسبوناتا سيسو والله العظيم كل يوم بشغلهم طب اهدنونا بس ركز معي في الحلقة بص اللي يا معل السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا فيكم متابعين قناة جودت وينت طبعا اصدقاء ان شاء الله اليوم موضوعنا الفرق بين المقال الحصري اللمحة مميزة والمقال العادي هل بامكانك تكتب مقال حصري مميز على جوجل وتاخد لمحة مميزة اصدقاء قناة جودت وينت اتمنى منكم التركيز في كلامها طبعا انا التركيز اليوم بدي يصب حوالين نقطة مهمة وهي الكلمات المفتاحية طبعا زي ما انتو شايفين اصدقائي بالنسبة لقناة الصباغ للمعلوميات عرضت هذا الموضوع وما تأيدش من البعض تمام لكن حابب اثبته وبشكل عملي على اساس تفهم السيستم ككل بصلي يا معلم طيب تمام عم سيسو سيسو انا اش اللي بدي اسويه بالزبط هالوقت خلونا يا جماعة ندخل على المقال الاول بالشكل هات تمام لو انتو لاحظتو تحميل برنامج لايكي حتى العنوان نفسه صعب جدا انو انت تنافس فيه لكن بدك تنافس فيه صح بدك تركز السيد العزيز على العنوان الفرعية طبعا لو انتو لاحظتو هان تمام العنوان الفرعية تقريبا متشابهة بنسبة مية في المية عشان هيك هذا المقال اساسا مش راح ياخد لمحة مميزة في جوجل كان المفروض اعتمد على سيرتش جوجل في بعض العنوان التانية تمام ماشي عم اب السوس لو انتو لاحظتو كله متشابه ما في الشيء جديد وانا تكلمت عن اللمحة مميزة وفصلتلك موضوعه بشكل بسيط في فيديو انا حسيب لك اياه في الوصف طيب اب السوس هلوقت انا عشان اخد لمحة مميزة في المقال تبعي ايش اللي لازم اسويه طبعا انا دخلت على المقال هذا يا جماعة لو انتو لاحظتو المقال بيجي بشكل منصق مية في المية خلينا احول سطح مكتب بالشكل هذا اصدقائي القصة مش صنعة تمام قصتك مش صنعة لو انتو لاحظت سيد العزيز تمام اقسام او التسميات ان عملوا الوصف سيد العزيز اللي انكتب هنا هو نفسه اول اشي اول سطرين طبعا اول سطرين اللي انكتبوا عليهم كمية بحيث رهيبة ممتازة جدا تمام لو انت لاحظت العنوان كامل هذا انا ما اخده يا سيد العزيز اعامله هان كعنوان كعنوان فرعي طبعا تمام لو انت لاحظت ركزتو المقال على بعض النقاط نظام نقاط تمام انزلي شوي الى تحت هاي واحد اتنين تلاتة في ارتباط ارتباط خارجي طبعا تمام انزلي الى تحت نونا بتلاقيني ركزت برضو على النقاط بتلاقيني كمان ركزت على بولد لو انتوا لاحظتوا اصدقاء الشغلة مصطنعة تمام وفي النهاية يا سيد العزيز حطت فيديو ورابط تمام طبعا هذا مش شرط اساسي لا تاخد لمحة مميزة في جوجل الكلمات المهمة رح تلاقيني معلم عليها بولد بس مرة واحدة لكن الشيء المميز في الحلقة هالوجد لو انا اركزت نونه هان انا بتكلم عن مين بالضبط ايا سيسو اعترف نونا انا يا سيد العزيز بتكلم عن لايكي طيب تمام خلينا اطلع منها نونا يا جماعة وبدأ اجي وبدأ ادخل على الموقع هذا تمام اجيت ودخلت على الموقع هذا الله مصال على سيدنا محمد بدي اشوف الكلمات او العمليات اللي عليها بحث تمام بالنسبة للايكي زين بس ركزه كويس لو انت لاحظت اجيت كتبت برنامج لايكي بالانجليش بعدين كلمت لايكي يعني اخدت النص اللي انا كتبته من وين اخدتوا يا جماعة من العنوان نفسه من العنوان نفسه برنامج لايكي بالانجليش بعدين لايكي بالعربي زين طلع لي كل الكلمات هدول الكلمات هدول حتلاقيني مستغلهم في المقال تمام مستغلهم في المقال بشكل حلو ومنظم هادي اول شغلة يا بنعم الشغلة التانية لو انت لاحظت معنمي تمام رح تلاقيني لو دخلت على تعديل الاتش تي ام ال تمام انزلي للنهاية لو انتوا لاحظتوا اصدقاء قناة جودت وينز رح تلاقيني مستخدم كلمات مفتاحية تحت تمام هاي الكود تبعي الكلمات المفتاحية اللي شرحوا الصباخ انا برضو مستخدمه عادي وزبط معي عادي مية في المية طيب سيسو انا الكود هده كيف بدأ اجيبه وين اضيفه بالزبط طبعا زي ما انتوا شايفين انا وين ضيفه بالزبط تحت ضيفه في النهاية تمام باجي في اخر موضوع يا جماعة بالشكل هذا تمام هاي اخر موضوع مسلا باجي بانزلي يا جماعة سطرين بالشكل هاد وبتضيف الكود طب الكود من وين بدنا نجيبه زي ما اتفقنا اجينا ودخلنا على الموقع هاد يا جماعة انزلي لتحت وانسخلي الكلمات هدول بعد ما تستغلهم داخل المقال داخل المقال طبعا ضربه لك العنوين الفرعية لازم يكون عليها بحث في جوجل هاي اول شرط ضيام منك بعد هيك معنمي ادخلي على الموقع هاد الله مصال على سيدنا محمد طبعا هو موقع هيك مصمص منونا زي سيسو بدي اجي يا جماعة بدي السخ الكلمات المفتحية لانا نسختها وين هان او ماي جاد ده سيسو كل هدول الكلمات المفتحية يا سيس ماشي يا عم اضغط له على كلمة تحويل ادى كود بالشكل هاد تمام هذا هو الكود يا جماعة طيب سيسو ايش بدي اسوي فيه هذا اضغط له كوبي بالشكل هاد تمام وتعلي يا سيد العزيز على المقال تبعك على تعديل زي ما قلنا تعديل بتنزلي في النهاية وبتنصخ للكود زي ما انا عامله بالزبط تمام هاي الكود يا جماعة طيب سيسو على هيك وخلص يا سيسو طبعا لا مش على هيك وخلص خليني اجي كمان على الكلمات المفتحية هان تمام زي ما انت شايفينها اصدقائي بدي اجي برضو بدي انسخ الكلمات المفتحية وبدي اجي يا سيد العزيز على المقال لكن هانا حابب انسحك نصيحة لوجه الله اصدقاء قناة جودة وينز حاول الصورة اللي انت ضيفة الاولى تكون مرتبطة في العنوان نفسه يعني لو اجي اضغطت على الصورة بالشكل هات تمام بدي اضغط على الترس تبع الضبط لو انت لاحظت المفروض والطبيعي هذا السطر الاول يكون العنوان والسطر التاني كمان يكون العنوان لكن لو انت لاحظت انا حتلاقيني ضيف كلمات مفتحية هان طب ليش اسيسو صديق العزيز المقال اللمحة مميزة او اللي انت حابب تمسك فيه عدة كلمات مفتحية يفضل يكون اكتر من صورة مش صورة واحدة تمام طبعا اول صورة لازم تكون السيد العزيز مرتبطة في العنوان كامل كيف يعني في العنوان يعني الاسم نفسه تبع الصورة قبل ما ترفحها بدك بتديله العنوان تبع الصورة زين والطرس تبع الضبط اللي هتو ضغطت عليه بده يكون السيد العزيز فيه هاد العنوان وهان كمان تحت العنوان لكن انا على هوا ما فيش الا واحدة اضطررت ان احطها بس عشان الشرح تمام اصدقائي طيب تمام عمب السوس لو انت لحظت بعد ما تلتزم في هذه القواعد كامل وتنشر مقال تبعك في وسائل التواصل الاجتماعي لو ايجيت السيد العزيز وبحست في جوجل بالشكل هاد تمام المقال من الطبيعي انه يظهر معك بالصورة هادي تمام اصدقائي بالصورة هادي لازم يظهر معك طيب تمام اصدقائي كمان عشان انت تاخد دمحة مميزة حاول تختار السيد العزيز كلمة او كلمتين في بداية العنوان يكونوا مميزات يعني لو انت لحظت سيسو ايش المستخدمه تعرف على تعرف على برنامج لايكي للاندرويد كلمة برنامج لايكي للاندرويد مستخدمة بالنسبة للكل لكن يا سيد العزيز كلمة تعرف على هادي مش الكل عامل مقالات عنها فعشان هيك تحاول انت تشتغل من النمط هات تطلع بعنوان جديد تمام من ضمنه الكلمة الاساسية اللي انت بتستهدفها لهو برنامج لايكي طيب تمام لو انت لحظت كمان يا سيد العزيز العنوان نفسه مستغله في بداية مقالي تمام ومعلمه بولد بس بولد تمام واجيت هنا علمته النظام عنوان فرعي الكلمات المهمة تعلم عليها بولد طبعا الكلمات مختلفة تماما عن بعض هتلاقيني عامل باكلينك داخلي تمام او ارتباط داخلي يعني عصب للموقع عصبونات تمام ولو انت نزلت شايف سميت جعد تسمي ودلع جود توينز والتفاصيل هادي بس لما نزلت شوية مش في بداية المقال تبعي اخي اشتت امينه لجوجل لا يا حبيبي لو انت لحظت كلمة مستهدفة تطبيق لايكي للاندرويد طيب تمام هتلاقيني رد ضايف كمان روابط داخلية يا سيد العزيز زي جوجل بلاي والقصة السيادة مزبط الدنيا هان اصدقائي هادي هي الصورة تبعة المقال اللمحة المميزة تمام هي بسيطة وسهلة ومصمسما نونا زي عمو سيسو بس كل القصة بدك تركز شوي في المقال تبعك بس نونا بس نونا والله العظيم حتى اسأل اسأل في قناة جود توينز طب سيسو ممكن اسأل سؤالة سيسو اتفضل يا معلمي ممكن تشوف لي المقال تبعي في السيو بلتي اشوف كيف وضع يعني هل هو مصمس من نونا زي سيسو ولا لا بصلي يا معلم لو اجيت السيد العزيز ضغطتها ونضلت نضغط بصبعي زي هيك وهي نسخ السيد العزيز ودخلها على السيو بلتي بسم الله يا معلمي طبعا زي ما انتم شايفين اصدقائي هاي سيو بلتي هاي سيو تشيك بدي اجي يا جماعة بدأ الصق الرابط المقال هانو بدأ اقول له انالايز ويب سايد طبعا لو انتم لاحظتم اصدقائي تمام هو يا سيد العزيز اجب نسبة تسعين او تسعة وتمانين تمام هو كويس سيكي خلاص اخذ لمحة مميزة يعني الله يعطيه الف الف عافية بس بدك تحدثه كل شهر كل خمستاشر يوم لا تلاتين يوم اتمنى اصدقائي تمشي على السيستم هاد السلام عليكم